أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أنا مجهول جداً من كل قلبي أشارك في موضوع كتير كتير مهم موضوع بيتعلق بربح النفوس سميت الموضوع إربح نفس كيف ممكن الواحد ينام بالليل وعارف أنه في نفس رح تهلك في الجحيم في جهنم النار كيف ممكن ينام الواحد وعارف أنه الناس عم تجري معظمها إلى الأبدية المظلمة الأبدية في النار وهذا ما خلاني في هذه اللحظات أفكر فعلاً شو هي قيمة الإنسان ما هي حياة الإنسان وشو الهدف والغرض من وجود الإنسان على الأرض أكيد الله خلقنا لهدف وهدف سامي هدف مجيد جداً الله بحبنا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فموضوع النفس أحبائي مهم جداً على قلب الرب مشان هيك أنا بدعوك وبكرر الكلام اللي ذكره الرب يسوع اللي ذكره الرسول بولوس اكرز بالكلمة أو إربح نفس وهكذا أحبائي منكمل بحمل المشعل وهذا هو أسلوب حياة ونمط اللي محتاجين كلياتنا كمسيحيين وكمؤمنين نمارس ونكمل هذه العادة فإذن اربح نفس لعدة أسباب أولاً اربح نفس لأنه أمر إلهي ينبغي أن يطاع وصية الرب يسوع المسيح الأخيرة اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها فهذا هو الوصية وهذا الأمر ينبغي أن يطاع عدم الطاعة يعتبر تمرد وعسيان وإلا كيف يختبر يعني هذا الشيء المذهل والعجيب كيف ممكن إنسان يختبر محبة المسيح يختبر خلاص المسيح وعن بيشوف الناس بتهلك شمال يمين من كل حد من وصوب وما عنده هذه المحبة من جوة اللي بيتكلم عنها بولوس رسول محبة المسيح انسكبت في قلوبنا محبة المسيح تحصرنا هذه المحبة اللي بتجبرني أنه أعيش فعلا حتى أربح نفس فإذن هي طاعة اربح نفس لأنه هيك أنت عم بتطيع وصية الرب يسوع المسيح شيء تاني اربح نفس لأنه النفس غالي جدا على قلب الرب يسوع المسيح مكتوب إنه الإنسان مخلوق على صورة الله وشبهه طبعا مش صورة جستانية هنا بيتكلم عن الصورة الأدبية الصورة الروحية يعني الله أعطانا امتيازات بنختلف فيها عن كل الحيوانات وكل سائر الكائنات فالإنسان مخلوق مميز بيحمل طبيعة وصفات وعقل وإرادة وحرية اللي بتختلف عن سائر الحيوانات بس النفس غالية لأنه الله اللي نفخ النفس في نسمة حياة في أنف آدم فصار نفس حياة والمسيح هو الذي يحيي والروح القدس هو الذي يحيي من خلال قبولنا يسوع المسيح مكتوب ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه النفس غالي جدا لدرجة لأنك أنت مخلوق على صورة الله من نفس يعني العجيني الرب يسوع اختار أنه يتجسد ويموت من أجلك فإذا انكلفت دم الرب يسوع المسيح من أجلك حتى أنت وأنا نخلص فالنفس غالية جدا النفس ثمينة في نظر يسوع المسيح النفس غالية لدرجة أنه الله يتخذ جسد ويموت من أجلك ومن أجلي حتى يعطينا الخلاص الكامل شيء ثالث اربح نفس لأنه إذا أردت أنك تختبر الفرح الحقيقي والسلام الحقيقي وأنك فعلا فيه إشي بيشغلك في الحياة وأنه فيه هدف عم بيتحقق في حياتك بغض النظر شو عملك وين مكانتك وكيف وصلت من أي خلفية سواء رجل أو امرأة أو من أي ديانة إذا أنت مؤمن في المسيح يعني هذا بيعطيك أنك مش بس يعني تختبر فرح لكن فيه شيء مميز أنه في نهاية اليوم لما بتنام أنت بتحس أنه فعلا أنت حققت الهدف الإلهي في نفس وحدة لم تذهب إلى الجحيم لأنه النفس خالدة انقذت إلى أبد الآبدين من لحظة قبولها الرب يسوع صار إلها حياة أبدية فإذن اربح نفس لأنك أنت بتنقذ نفس من الموت مكتوب في كورنتس الأولى 9 آية 16 إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر اتخيل أنه بحط نفسه تحت التزام كأنه يحرم إذا ما ضرورة موضوع عليه مش راح أنام مش رايح يعني أعمل شيء إلا ما فعلا أحقق الهدف الإلهي في حياتي إنه أربح نفس من أجل يسوع المسيح اسمع أريد أن أقتبس بعض الآيات الآيات الأولى من سفر دانيال من العهد القديم النبي دانيال إصحاح 12 من آية 2 مكتوب وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار وللإزدراء الأبدي في آية 3 والفاهمون يضيقون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور فتخيل أنت إذا ربحت نفس وإنت عم بتتمشي بالليل بتتفرج على الكواكب وعلى إنجوم كأنه إنت أصبحت كوكب وكأنه نفس عم بتشوفها في السماء بتربحها من أجل يسوع المسيح وهنا بيتكلم عن مكافآت أبدية طبعا مش الفكرة النجم لأنه مكتوب والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور آية أخرى بحب أقرأها من من سفر الأمثال صح 11 والآية 30 ثمر الصديق شجرة حياة في ثمر وهذا الثمر هو النفوس ورابح النفوس حكيم فإذن اللي بيربح نفس هو حكيم وثمر الصديق لابد أن تكون شجرة حياة فمش بس كوكب بتشوفه في السماء شجرة حياة لأنه رابح النفوس حكيم آية ثالثة في سفر يعقوب أو رسالة يعقوب الصحاح الخامس آية 19 والآية 20 مكتوب أيها الإخوة إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا يخلص نفسا يخلص نفسا من الموت ويثطر كثرة من الخطايا ألم يقل النبي حسقيال حي أنا يقول السيد الرب أني لا أسر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا بس في تحذير كمان في حسقيال صحاح ثلاثة مكتوب إن لم تنذر الشرير مع تطش الإنظار مكتوب دمه من يدك أطلبه كأنك تصبح قاتل نفس فإذا واضح أحبائي اربح نفس لأنه فعلا هذا أمر إلهي لازم ينبغي أن يطاع لأنه النفس غالي جدا على قلب الرب ثم أحبائي أنت بتنقذ نفس من الموت وأن هاي ضرورة موضوعة حياتنا غذائنا عايشين وجودنا هدف وجودنا حتى تنقذ النفوس ولما بترد هالنفس بتكون مثل الكوكب مثل شجرة الحياة وفعلا مثل مقال الرسول يعقوب تخلص نفس من الموت فأنا بصلي اليوم إنه ما تنام إلا ما تربح نفس فكر في نفس على قلبك يمكن قريب حد من العيلة وصمم بنعمة الرب ومعونة الروح القدس وهيك بقوة الصلاة حط نص بعنيك إنك تربح نفس وحدي للمسيح خلال هذا العام وأنا متأكد إنه الرب حيعطيك أكثر مما تطلب أو تفتكر فكر في الموضوع هذا وبجدية الأمر إنه أما دمه فمن يدك أطلبه تخيل إذا أنت كم من الأوقات اللي ضوعناها على الفاضي ما بدنا نضوع مزيد من الوقت فنوصل لليوم نأخذ هذا القرار بنعمة الرب رح أربح نفس ليسوع المسيح خلينا أسألك هذا السؤال هل تريد أن تربح نفس ليسوع المسيح إذا أجابت نعم خلينا أسمع منك وإذا أعجبك الفيديو اعمل لايك وإذا بتحب تشترك في الخدمة اعمل شير الرب يكون معاك ويباركك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة